سبب من أسباب الغضب اللي هو الجهل جهل الإنسان يقولك كده في سفر الجامعة الغضب يستقر في حضن الجهال يعني الغضب ييجي كده وعند الإنسان الجهل يقعد في حضنه يدخل جهال يلوث فكره ومشاعره وقلبه عشان كده في واحد ما يبقى مثلا مش عارف المشكلة إيه مشكلة يجهلها يوم يغضب وغضبه ده هوت يخلي الناس مش فاهمين هو غضبا ليه وحين واحد في الغضب ده هوت يبقى قليل الحيلة قليل الحيلة في أي موقف يوم يغضب ما هو مش عارف يتصرف وتكون النتيجة أنه يقع في هذا الفخ الغضب ويخسر كتير وكتير قلتلك الأسباب الأربعة ده هي على الغضب الغير مقبول طبعا يعني كصورة جانبية في موضوعنا موضوع درس الحكمة أنه فيه نوع من الغضب نوع مقبول بنسميه الغضب المقبول وهو غضب يعني إنجاز التعبير غضب حكيم من أجل الله مش أي نوع من الغضب يمكن تفتكر ويايا موسى النبي ويشوع لما نزله من الجبل ويا له حي الشريعة وسمع الشعب اللي كان منتظر تحت أسفل الجبل أنهم بيغنوا عندهم طرب ولما قرب لهم لقاهم عملوا عجل دهب لكي يعبدوه وإنسوا الله موقف زي كده احتاج من موسى أنه يحتد ويقول لنا كده حمية غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل ثم أخذ العجل الذي صنعوه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وزراه على وجه المياه في خروج 32 ده ممكن ننظله أنه شكل من أشكال الغضب المقبول في موقف هو غضب حكيم من أجل من أجل الله زي موقف موسى النبي لكن عايزك تعرف أن الغضب الشائع هو غضب خطية ولا يمجد الله وزي ما قال لنا سفر يعقوب رسالة يعقوب غضب الإنسان لا يصنع بر الله كف عن الغضب إن أردت أن تكون حكيما كف عن الغضب الغضب في البيت الغضب في العمل الغضب في الخدمة الغضب في حياتك الشخصية كف عن هذه العادة الرضية كل الأمور تحتاج كده والغريب إن المملكة النباتية والمملكة الحيوانية لا تغضب لا تغضب ولكن الإنسان تتملكه مشاعر الغضب في مشوار حياته في مواقف كتيرة خالص يمكن السؤال يجي دلوقتي تقول لي طب هو الغضب يعني له نتائج وحشة أو لقاءة طبعا أول حاجة نتائج جسدي زي ما قلنا أسباب جسدي يعني حالة الغضب ده هي تنفعل على الإنسان وتنعكس على الإنسان بأمور خطيرة على صحته يعني في حالة الغضب يرتفع ضغط الدم ضغط الدم ده ممكن يسبب متعب وحاجات لا تنتهي يحصل نوع من التوتر العصبي يحصل نوع من الألأ قرحة المعدة ممكن تكون كده طبعا ممكن إنسان يجي له حالة من حالات المرض السكري ضيق التنفس كل دي في حالات الغضب وحالات الغضب ممكن تترك عهات في حياة الإنسان نوع من الأرق الذي لا ينتهي ده حتى على المستوى الصحي الصحي بتاع الإنسان الإنسان الهادي دايما حياته بيمارسها ويقابلها بهدوء وداعة الإنسان الغضوب دايما منفعل دايما متوتر دايما يعاني من أمراض كتيرة ما يعرفش ينام يلاقي ضربات قلبه عالية خالص وهكذا ده دي نتائج صحية أو جسدية على الوجه الآخر النتائج الروحية طبعا حالة الغضب الإنسان اللي يقع فيها بيكون البداية لدائرة كبيرة من الخطايا الشتيمة التجريح الإدانة القسوة الظلم الكراهية الخصام التهور الضرب الأتل كل ده بنسمع كده في بعض الجرائم ربنا يحفظكم جميعا يقول لك الشخص بعدما يهدن نفسه كده يكون عمل جريمته بعدها بيومين ثلاثة ينتابه نوبة شديدة من الندم ويقول لنفسه إزاي أن عملت جدم عارف إزاي عشان لحظات الغضب وأعتك في الفخ ده وارتكبت الخطيئة الكبيرة ده أو الجريمة الكبيرة ده الإنسان الغضوب ما يستفدش لا من صلاة ولا من صوم ولا من أي ممارسة روحية يقول لك كده صلاة الغضوب كبزرع على صخرة هجيب بزرع وحطها على الصخرة هتعمل إيه لا تعرف تمد جدر ولا تعرف تطلع ساق ولا تعرف تنمو عقيمة